تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ الحرب الأوكرانية ارتفاع الدين الوطني إلى 366 مليار يورو بعد ليديل محل هوفر تخفض أسعار مئة منتج أساسي حكومة فيينا تحصل على جائزة المدينة الأقل شفافية في النمسا مدينة فيينا تطور نظام بارك بيكل اعتبارا من أكتوبر وتبرئة شابا عراقيا من السرقة والابتزاز في امتحان اللغة الألمانية من العنوين إلى تفاصيل النشر على النمسا ميديا أهلا بكم أظهرت إحصاءات النمسا تراجع معدل التضخم في سبتمبر إلى 6.1% مقارنة ب7.4% في أغسطس وهو أدنى مستوى منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022 ويعزى التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة حيث بدأت هذه الأسعار في التراجع بشكل واضح وفيما يتعلق بالأغذية انخفض ضغط الأسعار على الأغذية بشكل كبير حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك الموحد إلى 5.8% ورحب وزير المالية ماغنوس برونر بتراجع التضخم معبرا عن تفاؤله في استمرار التراجع في الأشهر المقبلة كشفت إحصاءات النمسا عن ارتفاع الدين العام 9.6 مليار يورو ممثلة بـ 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 366 مليار يورو وزادت الديون الحكومية في يونيو 2023 إلى 19.3 مليار يورو من نهاية 2022 وارتفع الدين الحكومي إلى 78.6% من الناتج المحلي مقابل 78.4% العام السابق وأضحت هيئة الإحصاءات النمساوية أن الإجراءات السياسية لتهدئة ارتفاع أسعار الطاقة زادت الانفاق الحكومية في نفس الوقت زادت إيرادات الدولة بنسبة 5.5% حيث جاءت معظمها من الضرائب ومن المساهمات الاجتماعية أعلنت سلسلة سوبرماركت هوفر في النمسا عن مبادرة تخفيض الأسعار بعد ليدل وأكدت الشركة أنها ستخفض الأسعار أكثر من قيمة الضريبة وقالت الشركة في توضيح لهذا السبب تضع هوفر الآن على ما تتعجب إضافية وتخفض الأسعار لمائة منتج بما في ذلك الموز بتكلفة 1.49 يورو للكيلو جرام بدلا من 1.69 يورو والحليب الكامل بحجم لتر بتكلفة 1.15 يورو بدلا من 1.29 يورو والطماطم بتكلفة 1.99 يورو للكيلو جرام بدلا من 2.29 يورو إضافة للخبز ومئة منتج إضافية حصلت فيينا على جائزة جدار الصمت لعام 2023 بسبب تعاملها غير الشفاف مع طلبات المعلومات الرسمية حسب ما نقلت وكالة الأنباء النمساوية ووفقا لمنتدى حرية المعلومات فازت فيينا في الفئة المخصصة للمدن التي تفتقر إلى الشفافية في التعامل مع الاستفسارات الرسمية وحصلت المدينة على المرتبة الأولى بناء على المعاملة الفضة فيما يتعلق بطلب معاملات عن حركة المرور وفي هذا السياق تم منح عمداء ولاية فورالبيرغ وولاية بورغلاند ومدينة روست جوائز أخرى للممارسات الغير الشفافة نشهد فيينا تغييراً في نظام إيقاف السيارات بارك بيكرل اعتباراً من أكتوبر القادمة حيث يتوقف إصدار النسخ اللاسقة منها ويستخدم نظام التعرف من لوحات السيارة ويهدف هذا التغيير لتحسين إدارة مواقف السيارات في المدينة وتقليل استخدام البلاستيك وسيتم فحص لوحات الترقيم باستخدام نظام تعرف على الحروف وتجري هذه العملية بواسطة مراقبي مواقف السيارات باستخدام هواتفهم الذكية فيما يبقى التقديم على بارك بيكرل كما هو ويتم عبر مكتب الحي المتخصص برأت محكمة في النمسا السفلة شاباً عراقياً كان قد اتهم بسرقة هاتف والابتزاز أثناء امتحان اللغة الألمانية وكان قد زعم أنه تم ضبطه خلال اختبار اللغة بتهمة التلاعب والسرقة لكن المحامي وسام باربار نجح في إظهار الحقيقة حيث تبين أن الضحية والمتهم كان يعرفان بعضهما وتم تسليم الهاتف بشكل طوعي وأظهرت القضية ابتزازاً من طرف آخر باستخدام شهادات ألمانية مزورة وبالتالي أعلنت براءة المتهم وأشار المحامي إلى تقديم طلب لتعويض الوقت الذي قضاه في الحفص الاحتياطي نهاية النشرة شكراً لحسن المتابعة مزيداً من التفاصيل تجدونها على تطبيق انفو جرات كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشراتنا مقبلة نهاية أسبوع سعيدة بأمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر